السلام عليكم اليوم درسنا عن مجفف الشعر تعرفنا بالدرس الأول على المكواه الكهربائي وتعرفنا عن أنواعها بالدرسها برح نتعرف عن مجفف الشعر ورح نتعرف أنواعه أول إيش مجفف الشعر إيش تعرفه أو ليش نستخدم مجفف الشعر إحنا بتصفيف الشعر وإظهار ومظهر لاق وتمليسه إذا كان متجاعدا إذن مجفف الشعر هو جهاز كهربائي يستعمل فيه تجفيف الشعر وتصفيفه وإثاره بمصهر لائق وتمليصه إذا كان متجاعدا يعني إذا جبت لك تعريف مجفف الشعر اللي عند متجاعدا وتحفظ لي إذا حكيت لك شو هدف مجفف الشعر أو شو طرق تعمله واحد هنا تجفيف الشعر وتصفيته اثنين إثاره بمصهر لائق تمام ثلاث تمليصه إذا كان متجاعدا هسا ومنه أنواع وأشكال مختلفة كما أن لكل نوع خصائص تتميز من غيرها من المجففات خصوصا من حيث الاختلاف في السرعات ودرجات الحرارة يعني هسنا بس نتعرف على المجففات في بعض المجففات الحرارة بتختلف السرعات بتختلف فكل مجفف عنده ميزات أخرى بتختلف عن المجفف الآخر حسنا أنواعا مجفف الشعر أول نوع مجفف الشعر العادي مجفف الشعر العادي اللي هذا اللي هو هنا اللي منلاقيه بالبيوت أغلب إشه بالصالونات صالونات الحلاقة بيعمل على إيش؟ على إخراج الهواء الساخن بدرجات حرارة وسرعات مختلفة يعمل مجفف الشعر العادي على ماذا يعمل شو الآلية يعمل على إخراج الهواء الساخن بدرجات حرارة وسرعات مختلفة مجفف الشعر وين أكثر إشي موجودة بكثرة موجود في المنازل وصالونات الحلاقة والعناية بالشعر تماما يا شباب هؤلاء بديك تحفظون إياها هسا سنتعرف على النوع الثاني النوع الثاني مجفف الشعر السيراميك الفير اللي بكون هو مصنوع فقط من السيراميك شو بتميز هذا النوع بالسهولة وسرعة الاستعمال إنه بسرعة الاستعمال والسرعة يعني أفضل من هذاك بالسهولة أفضل من هذا اللي هنا تمام أفضل من مجفف الشعر العادي بامتاز على المجفف الشعر العادي بالسهولة والسرعة بسرعة الاستعمال والسرعة هسا الحلو في هذا المجفف إيش بعمل بعمل إنه بوزع الحرارة بإيش بصورة متساوية على الشعر شايفين كيف شكله هون شوف كيف بحط الشعر من هنا بدخله وبكبس على اللي هو مجف الشعر السيراميك وباثغط على الشعر تمام فبأدي إلى شو هذا بأدي إلى توزيع الحرارة بصورة متساوية على الشعر مما هنا كثير مهمة تمام شايفين هاي مما يقي إيش الشعر يقي فروة الرأس من لسع الحرارة علل ليش ليش بيقيها من لسع الحرارة لأنه يوصل الحرارة إلى الشعر مباشرة تمام يا شباب لأنه ما بيأثر أحفظ روة الرأس زي هذلك ما بتيجي حرارة بس على الشعر بس على الشعر هنا وذلك يمنع تلف الشعر الذي قد ينتج عنده استعمام جف الشعر العادي في تصفيف الشعر أسا يا شباب بدي تحفظ بإيش يمتاز يمتاز بالسهودة بالسهود الاستعمال والسرعات ويوزع الحرارة بصورة متساوية على الشعر تمام مما يقي منطقة فروة الرأس من لسع الحرارة هو نعلل لأنه يوصل الحرارة إلى الشعر مباشرة وبذلك يمنع التلف التلف الذي قد ينتج عنده استعمام جف الشعر العادي في تصفيف الشعر تمام أو افهموا فهم بس حفظ أو فهم عادي على فهمك حط له بالامتحان هسا النوع الثالث الفرشال الحرارية اللي هاي هي يشكلها هون الفرشال حرارية تمتاز بسهولة الاستعمال وسرعتها أيضا تمام بسهولة الاستعمال وسرعتها أيضا لفرد الشعر وتنعيمه هو أفضل أفضل نوع تمام أنه لسهولة الاستعمال بيكون النوع اللي هي الفرشال الحرارية لأنه زي ما بتوشي الشعراتك بتوزح حرارة فنوع كثير جيد هسا عنا قواعد عامة عند استعمال مجفف الشعر زي الدرس الماض تعرفنا على القواعد العامة عند استعمال المكوى الكهربائي وهسا عند استعمال مجفف الشعر واحد التؤكد من توافق الجهد الكهربائي الموضع على المجفف مع المصدر الكهربائي يا شباب يعني أنا المجفف الشعر شو بتحمى الكهرباء شو لازم مثلا الفولتات متناسب مع الكهرباء اللي عندي بالبيت اللي عندي بالصالون هيك لازم يكون في توافق بين توافق بين اللي هي الكهرباء اللي عندي الفيوز اللي بنحكي احنا نحطه بالفيوز مثلا شو الفيوز بعطينا كهرباء تتوافق مع ايش المجفف طبعا بتكون الجهد الرواي بكون وين الموضوع على المجفف فاحنا منتأكد منتأكد المصدر الكهرباء اللي عنا اثنين ايقاف استعمام جف الشعر اذا ارتفعت حرارة السلك الموصل للتيار او عندها سماء صوت غير طبيعة وعندها ارتفاع درجات الحرارة مقام تسخيل الداخلية وتحويل لونها الى الاهمر شباب في بعض اسلاك ما بتتحمل الحرارة فايش بصير بتطرأ ويمكن انه الذوب فانا بتأكد اذا كان السلك ذايم طبعا هذا بكون من ما بتحمل الكهرباء او الكهرباء زايدة فبيأدي عنا للاشي هاض فلازم ايش اه افصله عن الكهرباء او عند سماء صوت او عندها ارتفاع حرارة درجة مقامة التسخيل الداخلية وتحويلها للون احمر فاذا صارت عندي المشاكل هاي لازم ايش اه اوقف استعمال مجفف ثلاث تجنب اه تجنب اه تجنب من الكهرباء وانت مشغل مشغل مجفف لا اطفل مجفف بعدها بتشيل بتشيل اللي هو القابس تمام وانه عدم نزع القابس انه بشده شده من السلك واني اشده عشان اشيله لا هاض اشي غلط تصرف خطا خمسة استعمال ادوات نظيفة ومعقمة كالفراش والامشطة وملاقة الشعر لازم استعمل ايش ادوات نظيفة وتكون معقمة عشان الفيروسات عشان البكتيريا لازم احافظ على النظافة ستة جوس السليم اثناء تنفيذ تشفيف الشعر باستعمال مجفف اجلس جلسة محتدلة جلسة تكون سليمة ده حتى ايش اقدر اجفف شعري بطريقة صحيحة حسنا يا شباب اسئلة الدرس رح ابعثلكم اياها اليوم رح ابعثلكم بكرة اللي هي اجابات اسئلة الدرس الدرس الاول والدرس الثاني اللي هو هذا والوحدة الاولى ان شاء الله ويعطيك العافية